عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجلت أيها المصلي إذا صليت فقعت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب رواه الترمذي وقال حديث حسن والفائدة من الحديث أنه من شروط إجابة الدعاء أن تبدأ الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر وزيد Peru